في المرات السابقة يتحول التنافس على المناصب إلى تدهور أمني واقتتال بين أطراف الصراع مسرحها هذه الأيام محافظة ميسان الأمر تصاعد بالتزامن مع تغييرات في قيادات أمنية أجرها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قبيل زيارته للمحافظة إثر اغتيال القاضي أحمد الساعدي لتتصاعد بعدها عمليات الاغتيال مع اتهامات متبادلة بشأن من يقف وراءها آخر عمليات القتل طالت كرار أبو رغيف وهو عنصر في ميليشيا السراية التابعة لمقتدى الصدر وابن شقيق القيادي في الميليشيا عادي الأبو رغيف وكان معتقلا بتهمة اغتيال القيادي في ميليشيا العصائب سامي العلياوي ما يعني أن مقتله جاء في إطار الثئر بين هذه الميليشيات ويربط أهالي ميسان بين إطلاق سراح كرار وعملية اغتيال الرائد حسام العلياوي شقيق القيادي في العصائب واغتيال القاضي أحمد الساعدي ويقول مراقبون أن صراع الميليشيات فاقم الوضع المتأزم أصلا في ميسان مؤكدين أن هناك قلقا كبير من أن يتحول الوضع إلى صراع مفتوح يغذيه الخلاف المتفاقم على تشكيل الحكومة لينتقل إلى محافظات أخرى اغتيال أبو رغيف تزامن مع دعوة مقتدى الصدر للتهدئة إثر تصريحات من قيس الخزع للتهم فيها أعضاء في ميليشيا السراية بالمسؤولية عن مقتل العلياوي قبل أن يعود لاحقا للتحذير من مشروع فتنة في ميسان ما يعني أن ما يجري على الأرض بين عناصر الميليشيات لا يمت بصلة لما يصرح به زعماؤها توتر متصاعد بين طرفين متنفذين ويمتلكان سلاحا قد يفوق سلاح الدولة في مناطق نفوذ متداخلة في ظل ضعف المنظومة الأمنية وغياب شبه كامل للقانون صراع على المصالح والنفوذ باستخدام لغة العنف إلى أن يصل الطرفان إلى حل المحاصصاتي لن يتم غالبا إلا بتدخل خارجي تتولاه إيران كما جرت العادة